السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم أيها السابقون في دروس السابقين أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعتي وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه لو تفتكروا مبارح كلمنا عن علوه الهمة في طلب العلم والموضوع ما يكملش نحن نتكلم عن طلب العلم ده موضوع يطول شرحه لكن ذكرنا بعض الأمثلة والنماذج الجميلة والنهاردة نثني بذكر بعض الأمثل أيضا ونختم بأمانة هذا العلم العلم له أمانة عظيمة وله تابعة ثقيلة ومش أي إنسان مجرد يتعلم كلمتين خلاص بأعالم ولا ينضبط بضوابط الشرع المسألة الحقيقة أكبر مما نتخيل تعالوا نبدأ مع بعض بذكر بعض النماذج بس بعد ما تصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم إحنا يمكن في النماذج اللي فاتت لما ذكرنا بعض النماذج العالية جدا اللي تحفز الهمة واتنشط الإنسان هي كل لحظة جماعة في حياتنا وكل دقيقة هنحسب عليه فإن لم يتعلم الإنسان وإن لم يزدد خيرا نقصها من علمه الإنسان كده كده مهما تعلم لابد أن ينسى فإذا كنت هتعلم نهارده وتنسى بكرة فلابد أن تزداد عشان تقدر توازن بين المسألتين دوله وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقوى وأن يرزقنا النية الصالحة الخالصة تلاجه الله واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى كان فيه واحد من سلافنا الصالح اسمه يعقوب بن سفيان يعقوب بن سفيان كتب عن أكتر من ألف شيخ من شيوخه وكانوا كلهم رجال فقاط طلب العلم في رحلة طويلة جدا جدا وكان زمان يقول لك رحلة فلاني لفلاني يعني أي عالم من العلماء كانت تجد دائما في التراجم اللي كانت مكتبها له في كتب التراجم مثلا مولده ونشأته مثلا شيوخه تلاميذه مصنفاته محناته بلاءه لابد أن يكون من ضمن الأشياء اللي بتذكر عنه رحلته كان لهم رحلات يطلع من مصر على بلاد الشام ومن بلاد الشام لبلاد الحجاز لبلاد اليمن للعراق للأمدلس يطلب العلم في كل مكان النهاردة يعني بيبقى المسجد جنب البيت والناس بكسلة تنزل الدرس أو الدرس قدامك في التلفزيون بكسل تفتح بس لنموت عشان تلاقي الخير داخل بيتك ينور بيتك أسأل الله عز وجل أميني ربيوت المسلمين بالعلم النافع طلب العلم لمدة 30 سنة وكان يصنف ويكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصهر كثيرا وكما قال القائل من طلب العلا سهر اللي يالي عخوة بن سفيان في يوم الأيام من كثرة تدوين ولسنة النبع السلام نزل الماء في عينيه في عمي بصره فنام حزينا جدا هو ما نمش حزين يا جماعة عشان بس يعني مش يبقى شايف بعد كده الدنيا والزرع والخضرة والمية هو زعنا عشان مش يقدر يكتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عخوة بن سفيان فنمت في تلك الليلة وأنا في غاية الحزن والأسى قال فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ما لك يا عقوب فقلت حزين يا رسول الله قال ولماذا الحزن قلت حزين لأنني قد فقدت بصري وأنا أود أن أكتب سنتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدن مني يا عقوب فغالف دنوت منهم فوضع يده على عيني وتفل فيها فقمت من النوم فإذا أنا أبصل بفضل الله سبحانه وتعالى وعدت إلى تدوين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا نشوف مثال تاني جميل يعني واحد من سلفنا الصالح اسمه بقي بن مخلد وده كان علم من أعلام بلاد الأندلس حتى قال عن نشره العلم في بلاد الأندلس وعايزين نتعلم ونعرف هؤلاء الناس الأفاضل وإن شاء الله الآن بصدد عمل مجلدين في قصص التابعين كاملا نتعلم بقى ونتعرف بقى على هؤلاء السادة الأطهار يعني اللي فعلا مالوا الدنيا مالوا الدنيا تقوى وورع وعلم ودعوة يعني ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويرضع عنا وعنهم يا رب العالمين بقي بن مخلد قال عن نشره السنة في بلاد الأندلس والله لقد غرست لهم غرسا في بلاد الأندلس لا يقلع أبدا إلا بخروج الدجال بقي بن مخلد يا جماعة سبحان الله كان لي قصة جميلة جدا جدا تحضرني بس برضو تصلى على حبيبك صلى الله سلام حضرتكم فاكرين المحنة التي تعرض لها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل لما تعرض لفتنة خلق الكرآن وعذب في سبيل الله عز وجل عذابا شديدا يعني اقرأ بقى ترجمة الإمام أحمد ويشوف بقى المحنة التي تعرض لها وكيف ثبت على دين الله سبحانه وتعالى في ظل هذه المحنة كان بقي بن مخلد كان واخد طريقه من بلاد الأندلس لحد العراق خبالك كل ده بقى عشان يوصل ويطلب العلم على يد الإمام أحمد كان طبعا ليس له يعني ما كانش عنده مال كثير فكان بيضطر أن هو يسير بجوار الساحل فإذا أراد أن يأكل كان يسطط سمك يأكل عوش بيعمل أي حاجة المهم أن هو يقضيها بالمنظر ده الحد لما وصل إلى بلاد العراق شو بقى تخيل مدى المشقة وتعب يعني هو لو ركب طيارة هيتعب ولو ركب عربية هيتعب أكتر فما ظله كذا كان بقى يعني ركب دب أو ماش على رجلية الله أعلم بحاله حد ما وصل إلى بلاد العراق فأول ما وصل وصل فيه نفس الوقت بتاع المحنة بتاع الإمام أحمد دخل سأل على إمام أحمد بن حمد فقال له أنه يعني بيته في المكان الفلاني فطرق الباب على الإمام أحمد فخرج له إمام أحمد فقال أنا بقي بن مخلد من بلاد الأندلس وكذا وكذا وجئت أطلب العلم على يديك قال أنت تعلم أنني الآن فيه محنة وأنا الآن منعت من دروس من كل دروس يعني كل الدروس اللي إمام أحمد كان ساعتها كان ممنوع منها فالراجل قال إن الله ونا يرجعون ألا تعلم أني قد جئت من بلاد الأندلس فالإمام أحمد صعب عني الموضوع ده فقال لقد تعنيت يعني تعبت جدا يعني عموما هقول لك على فكرة كويسة أنت تجيني كل يوم الصبح بدري جدا وكأنك يعني عزك الله راجل شحات تمام وتخبط على الباب طول الأجر يا رحمك الله وأنا أقرأ عليك بعض الأحاديث وتدونها أو تحفظها في عجلة سريعة وتمشى على طول تخيل بقى شوف ماذا حرص الناس دي على طلب العلم والله العظيم يفوق الخيال فكان كل يوم يلبس لبس كده تقطع ويروح يخبط على باب الإمام حد عشان طبعا كان شرطة الأمير كانت مرأبة بيت الإمام فكان يخبط ويعمل نفسه شحات قال أجر يا رحمك الله فيطلع الإمام أحمد يقول حدثنا فلان عم فلان عم فلان ويذكره حديث 2-3-4 اللي ربنا يصره له يخذه يروح يدونه في البيت وقعد يذاكر طول النهار إلى أن انفرجت المحنة عن الإمام أحمد رحمه الله رحمة ناسعة وكان يقرب بقية بن مخلد ويجلسه بجواره ويقول هذا هو طالب العلم هذا هو طالب العلم هم ضل طلاب العلم لكن الذين كانوا يثبتون ويصبرونا على طالب العلم شوفوا النهاردة تسمع مثلا أن في درس الشيخ من المشايخ على بعد مثلا خمس ست محطات من بيتك ولسه هنزل ولسه هلبس وهركب مواصلات وروح وعد فوس الزحمة ده هو طلاح من بلاد الأندلس حد بلاد العراق جماعة عشان يسمع حديث من إمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة ناسعة ويلبس لبس شحاتين عشان يقوله الأجر يا رحمك الله ويطلب منه حديث أو اتنين أو تلاتة النهاردة ممكن يكون مصند الإمام كله في بيتك والطراب والعنكبوت ما عاشش عليه ما حدش يفكر يفتح ويقرأ ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحمه الله جل وعلا الإمام بن الجوزي رحمه الله رحمه أنا عم ما لاقولك أمثلة دي عشان لما تذكر الأمثلة ديت تعالوا الهمة تقولي ياه كل ده كان بيعملوه يعني أمان أنا فين يعني أنا مقضى حياتي كده بالطول بالعرض الزق المفروض أن أنا برضه كمان يعني أبز الجهدي وواصدك طريق طلب العلم علشان أوصل بقى أن أنا أكون في يوم الأيام داعية أدعو على الله مش لازم يكون كلنا علامة أجماعة قطوا بالعلم عشان تعبد ربنا سبحانه وتعالى هو الإنسان اللي يعبد ربنا على علم ولا يعبده على جهل إنما يخشى الله من عباده العلماء أكتر ناس المفروض المفترض من ما يخشى الله عز وجل أهل العلم أهل العلم مين بقى؟ أهل العلم الذين يعملون بالعلم كان أحد السلف يقول إن أهل العلم إذا عالموا عملوا وإذا عملوا خب بالك بقى إذا عالموا عملوا وإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا كانوا يهربون من الشهرة ولا يحبون أظهور وكانوا يطلبون العلم اكتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى الإمام بن الجوزي رحمه الله رحمة الله سعى يقول حفيده والله لقد رأيت جدي واقفا على هذا المنبر يقول والله لقد كتبت بأصبعيهاتين أكثر من ألفين مجلدة ألفين مجلد كتبهم الإمام بن الجوزي بأصبعيه رحمه الله رحمة الله سعى ألفين مجلد دولة النهاردة مش عشان هو يكتبهم عشان أنت تقراهم محتاج عمري فوق عمرك فوق عمرك كمان صح الله؟ ألفين مجلد يا جماعة يعني النهاردة هاتلي واحد النهاردة أرى ألفين مجلد فالمام بن جوزي يقول لك صنف ألفين مجلد وفوق ده كله تاب على يديه أكثر من مئتي ألف وأسلم على يديه أكثر من مئتي نفس وهو عند الموت وهو في السكرات كان يقول إلهي وسيدي ومولايا إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي لألا يقول عذب الله من دعا إليه عذب الله من دل عليه وبدأ يقول كلمات كده يعني مفقية جدا ومؤثرة جدا فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى اللهم أمين تعالوا نعيش برضو مع أمثلة تانية جميلة الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله ساعة حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين وحفظ موطأ الإمام مالك وهو ابن عشر سنين وصار إماما علما وهو عنده يبلغ من العمر أربعة عشر سنة ده الإمام الشافعي كان يقول عنه الإمام أحمد إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان وسبب الكلمة دية كان في يوم الأيام ابن الإمام أحمد بيسأله بيقوله يا أبتي أسمعك دائما تدعو للشافعي فما هو الشافعي؟ قال يا ابني الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان رحمهم الله جميعا رحمة وسعه الإمام أحمد بن حنبل نفسه يعني إمام أهل السنة والجماعة كان دائما يذاكر ويتابع ويكتهد في طلب العلم فكان يكون إلى متى تطلب العلم يا إمام فكان يكون الكلمة المعروفة الشهيرة التي اشتهرت على الألسنة الناس مع المحبرة إلى المقبرة مع المحبرة إلى المقبرة وكان أحد الأئمة وده من ضمن عجائب الأخبار اللي قلقتها إن كان ما يأكلش العيش طري ومش معنى كده إن إحنا بيحرم العيش الطري الأحسن يا أحد يطلع يقولك بس يا عامد الشاكف حمو بيقولك عيش الطري حرام والعيش الجميلة حرام لا أنا مش قصد أنا بقولك بحكي لك واقعة عين يعني إن هذا الإمام كان يأكل الأكل بشكل غريب كان يطلب من أهل بيته إن هم ينشفوا الخبز ويدقوه كده زي البقصمات ولا زي الرد حاجة زي كده يعني فالمم ياخده ويسفه ويشرب ورشوة مية ويحمد الله عز وجل ويبدأ يكمل يوم مفترب العلم فقالوا يا إمام ألا تأكل العيش أو الخبز طريا فإنه أهنأه وأمرأ يعني حتى تأكل كده تتمتع وإنت تمضغ الأكل كده فكان يقول ما بين مضغه وسفه كراءة خمسين آية في كتاب الله عندهش وقت ضيعه نارضة بعض الشباب ربنا يهدي جميع الشباب المسلمين يعني مقض حياته كلها في الأعداد والصهرات والكلام واللغو وأحيانا نفتح في مواضيع يعني لا تغني ولا تصمم من جوع أنواع العربيات وأنواع الطوابع والمتساكلات اللازلة جديدة ومش عارفوا إيه والمغنيات الفلانية عملت كذا والمطرب الفلاني وأشياء اللي لم تبعيدوا عن الله سبحانه وتعالى فلم تقاربوا إلى الله سبحانه وتعالى ما كانش عندهم وقت يضعوه بالمرة حتى كان الواحد لما يلقى واحد من العلماء السلف يقول له يقول له حتى أسألك في بعض المسائل يقوله إن أوقفت الشمس فأوقفني إحنا جايزين نضع وقت بعض يعني إن كان حاجة مفيدة أسألني فيها حاجة مش مفيدة فما فيش دعا إحنا لا نعطلك ولا تعطني والعمر هيعدي ويجري وهنندم على هذا العمر كان فيه واحد اللي هو شيخ الطب الإمام بن النفيس رحمه الله رحمة النساء صلنا في كتاب اسمه الشامل كتاب الشامل ده تخيل حضرتك كده يخطر على بالك مثلا الكتاب ده كان كم مجلد كان 300 مجلد 300 مجلد ده كتاب واحد تخيل طب بلاش ده كل ابن عقيل الإمام بن عقيل كان ليه كتب كتير جدا كان من ضمن الكتب بتاعته كتاب اسمه الفنون جامع فيه جميع أنواع الفنون من الحديث للفقه للتاريخ للتسيرة للتفسير للعلوم العامة لكل شيء يعني كل ما يخطر على بالك جامعهم في كتاب اسمه الفنون هذا الكتاب تخيل كم مجلد ده كتاب واحد من كتبه 800 مجلد تقول طولي نازل كب بيجيب العمر ده منين والوقت ده منين حيشوف وإنه ليسير على من يصره الله عز وجل عليه يقينا الإنسان لو أخرص النية لله سبحانه وتعالى تجد الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى بتنساب بين يديه تجد العلم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الآية بتقول كده واتقوا الله ويعلمكم الله في علم كسبي في علم كسبي وفي علم بفضل الله سبحانه وتعالى كلما تتقل الله عز وجل ربنا يفتح عليك فتحات لا تخطر لك على بال يعني ممكن تجد أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك في تفسير آية لم تسمعها من قبل وحينما تعرضه على أهل العلم يستحسنون هذا تفسير وهذا فتح من الله سبحانه وتعالى كلما ازددت تقوى كلما ازددت قربا كلما زددت فتحا من الله عز وجل عليك يا سأل الله عز وجل نفتح علينا عليكم طبعا ما نقدرش ننسى في خضم الكلام عن طلب العلم دور المرأة المسلمة في طلب العلم الحديث روال بخاري ومسلم ان النساء ذهبنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت واحدة تمنون يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك يعني الرجال استأثروا بيك وعنهم يتعلموا على قديك واحنا مش لقين وقت لتعلم يعني فاجعل لنا يوما يا رسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم يوم الاثنين كان يعلم فيه نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وطبعا كلنا عارفين طبعا أمنا عائشة كانت يعني علم علم من أعلام العلم حتى قال عنها الإمام الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم نساء العالمين لكان علم عائشة أفضل وقال الإمام مصروك رحمه الله رحمة الله وسلم لقد رأيت مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أمنا عائشة عن الفرائض كانت عالمة وانتعرفين طبعا هي تزواجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبلغ من عمري 9 سنين ومات وعندها 18 سنة وظلت بعد موت النبو ع السلام 47 سنة تبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله الإمام الزهبي كان ليه لفتة جميلة جدا يعني سبحان الله غير في الأجاز الإمام الزهبي بيتكلم في كتاب ميزان الاعتدال الميزان الاعتدال ده كتاب نقض في الرجال بيقول لك مثلا رجل ده رجل ثقة ورا كذا وداني ده لا ما هوش ثقة يعني كتاب في الجرح والتعديل والنهاردة طبعا في ناس شغالة في الجرح والتجريح إلا من رحمه الله صحانه وتعالى في ميزان الاعتدال جرح الإمام الذهبي آلاف الرجال منهم المتهم ومنهم الكذاب ومنهم المدلس ومنهم ومنهم قال وما أعلم امرأة خبالك وما أعلم من النساء من اتهمت ولا من تركوها أبدا يا الله يعني كانت المرأة في علم الحديث وتوصيل لرواية النبع السلام وحديث النبع السلام كانت ثقة فوق ما تتخيل وديك مثال عجيب جدا الإمام ابن عساكر الإمام العلم رحمه الله رحمه الله سعى كان له من شيوخه أكتر من 80 امرأة من 80 امرأة تعلم على أيدي كل واحدة منهم ما بينه وبينها طبعا الحجاب لكن أكتر من 80 امرأة كانت من شيوخ الإمام ابن عساكر والإمام ابن القيم له عدد كبير جدا من النساء كان من شيوخه والإمام ابن تيمية شيخ الإسلام الإمام العلم المجدد رحمه الله رحمه الله رحمه النساء كان له من شيوخه أيضا نساء خيال إمام ابن تيمية كان يطلب العلم على حد بعض النساء رحمه الله رحمه الله رحمه النساء يعني شيء فوق الخيال حتى يعني جاء من ضمن الوقات الجميلة إن الإمام مالك طبعا معروف إمام علم كان ليه بنت فاضلة جدا وكانت عالمة فكان لم يجي أي واحد من طلب العلم يجلس بين ده الإمام مالك فكان يقرع عليه الموطأ وكانت تجلس بنت الإمام مالك وراء الباب وراء الباب اللي بينها وبين والدها فإذا أخطأ طالب العلم كانت تصفق تضرب على الأدية كده فيقول الإمام مالك لهذا الطالب ارجع في إن الخطأ عندك فيرجع فيجد الخطأ عنده وليه اللي بنته عمل إيه بتصحح له من وراء الباب بفضل الله صحيح تعالى كان من ضمن عجائب اللي أصير النساء العالمات فاطمة بنت الإمام العلم علاء الدين السمرقندي اللي هو صاحب الكتاب المعروف صاحب كتاب تحفة الفقهاء كان ليه تلميذ من تلميذه اسمه أبو بكر الكساري أنا بذكر لك الأمثلة الجميلة دي عشان تعالوا همة الرجال وتعالوا همة النساء أيضا ربنا يا بارك في نساء المسلمين فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء كان ليه تلميذ من تلميذه المجباء اسمه أبو بكر الكساري أبو بكر الكساري قال لي في كتاب اسمه البدائع شرح فيه تحفة الفقهاء خبار بقى يعني تحفة الفقهاء بتاعت أستاذه اللي هو علاء الدين السمرقندي راح تلميذه عمل كتاب بيشرح فيه كتاب الأستاذ بتاعه كتاب اسمه البدائع في شرح تحفة الفقهاء فلما قدمه لأستاذه علاء الدين السمرقندي أعجب به كثيرا وفرح كثيرا فالمام أبو بكر الكساني طلب بنته طلب بنتي شيخ وأستاذة شيخ جاوزة فقال قد رضيته أن يكون الكتاب مهرا لابنتي يعني إيه يعني أنت شرحت الكتاب بتاعي فالشرح دوت هو ده المهر بتاع بنتي فأخذ بالك فإذا كان في حد فيك وعايز نشرح له كتاب إحنا تحت أمر يعني فكانت الفتوى قبل زواجها كانت الفتوى تخرج عليها إمضاء علاء الدين السمرقندي وأبنته فاطمة فلما تزواجها أبو بكر الكساني كانت تخرج الفتوى عليها الثلاث إمضاءات إمضاء علاء الدين السمرقندي أبو بكر الكساني فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي رحمه الله رحمة وسع تعالوا فعجالة سريعا نقول أنت لما تطلب العلم بقى وتعالوا همتك عشان تعرف ربنا أكثر وتتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتتعرف على الله عز وجل أكثر من خلال أن تقرأ في أصل الأصول في علم العقيدة علم التوحيد علم التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء وصفات فتعرف من هو الله وكلما زددت علما كلما زددت قربا من الله عز وجل وكلما زددت خشية من الله قال نووي صلى الله عليه وسلم أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية فالمفروض أنه يجلب الخشية لقلب الإنسان كلما زدد الإنسان علما كلما زدد علما بجهل عشان الانسان ما يضغرش في نفسه يقول انا عالم وانا 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 لا دا انت كلما بتقرأ في مسألة معانا كلما تقول سبحان الله بكتشعر في مسألة دي فتقرأ اللي بعدها ودي كمان ما عرفهاش فكلما ازددت علما بجهلك عشان الانسان ما يضغرش امانة العلم هاختصرها في ثلاث نقاط في عجالة سلاح اول حاجة من امانة العلم ان تتعلم العلم خارثا لوجه الله سبحانه تعالى اهل نبي صلى الله عليه وسلم يوضحوا في حديث مرعب في حديث مرعب بجد حديث رؤيه البخاري المسلم واللفز المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة العجيب انهم من خصائي من اخاص الناس ومن ناس المقربين جدا جدا يعني واصحاب اعمال فاضلة لكن بسبب النية السيئة بد أن يطلعف اعلى درجة الجنة يكون اول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة قارئ الكرآن أخبرك والتاني المتصدق والتالت المجاهد في سبيل الله فندي مثال فيؤتى بقارئ الكرآن فيعرفه الله عز جل نعمه فيعترف فيقول جل على ماذا عملت في هذا العلم فيقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت الكرآن وأقرأته من أجلك فيقول جل على كذبت وتقول الملائكة كذبت فيقول جل على إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت الكرآن وأقرأت إلا لقال عالم أو قارئ خلاص خدت حظك وخدت قيل فيأمر الملائكة فترقيها على وجهه في نار جنم ويفعله مثل ذلك بالمتصدق ويفعله مثل ذلك بالمجاهد إذا فسدت النية ولذا صحع في الحديث الإدراب نماجه بسند صحيح أن الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم ليماري به السفاء أو ليباهي به العلماء أو يماري به السفاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم يا الله ربنا عافينا عافيكم يا رب العلم إذا أول شيء من أمانة هذا العلم أن تتعلم العلم لله تاني حاجة أن تعمل بهذا العلم وإلا يعني الإنسان هيستفيد إزاي من العلم أو يفيد الناس إزاي إذا لم يستفد هو من هذا العلم قال جل وعلا وإنه لذو علم لما علمناه قال قتادة في تفسير الآية أي وإنه لذو عمل بما علمناه سبحان الله وقال جل وعلا قد أفلح من زكاه اللي النفس قد أفلح من زكاه ولم يقل جل وعلا قد أفلح من تعلم كيف يزكيها لا قد أفلح من تعلم كيف يزكيها ثم زكاه يعني علم العلم ثم عمل بهذا العلم لبقى قد أفلح من زكاه كان إلا إختصرتك المرحلتين دولت في كلمة واحدة من زكاه قد أفلح من زكاه هيزكيها إزاي من خلال العلم شرعي علم شرعي فيعمل بهذا العلم فيزكي نفسه بشرع الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يريد حديث برضو مرعب جدا حديث أيضا روال بخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار والفأل التعقيب والسرعة فيلقى في النار فتنضلق أكتابه يعني أمعاءه تنضلق أكتابه فيدور معها كما يدور الحمار برحاها فيجتمع إلي أهل النار ويقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فهيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه فكان ده من أسباب أنه يلقى في النار وتنضلق أكتابه عن أمعاءه ويدور معها كما يدور الحمار برحاها لسأل الله عز وجل عفو العفيه آخر حاجة من أمانة هذا العلم اتعلمت العلم ابتغاء ورضات الله عملت بهذا العلم تبلغ هذا العلم ولا تكتم العلم قال جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل يوم القيامة بلجام من النار وكما جاء في رواية البخاري بلغوا عني ولو آية إرحى نفسك أخوي وحبيبي وإرحى نفسك أخت الفاضلة بطلب العلم اطلبوا العلم ابدأوا بالعقيدة أصل الأصول حشان نقدر نحن نعيش حيات ترضي الله سبحانه وتعالى ونقدر نعيش في معية الله سبحانه وتعالى وحتى لا نقع في شركيات أو محبطات أعمال ولذلك صح في الحديث الأدراء البخاري أن نبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل طب هل ترفع العلم إزاي واحد عالم هينسى العلم لا يرفع العلم بقبض العلماء كما جاء في رواية البخاري إن الله لا ينزع العلم منتزاعا ينتزعه إن الله لا يقبض العلم منتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما أو في رواية إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا وانت تعلمون طبعا من علامات الساعة الصغر ودريخة تبيها الدرس إن من علامات الساعة الصغر يعني رفع الكرآن رأي الكرآن هارفع نعم كما ثبت في رواية عند الحاكم وابن ماجا بسند صحيح أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام تتلاشى آثار وتنمحي يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ويسرى بكتاب الله في ليلة ويسرى بكتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية يا الله فتخيل بقى لم تيه في يوم الأيام ربنا سبحانه وتعالى لا يبلغن هذا اليوم الذي ينزع فيه الكرآن من الأرض معنى كذا أن أهل الأرض لا يستحقوا وجود الكرآن بينهم في هذه اللحظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عنده مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وبنا عافين عافيكم فمحتاجين نرجع للقرآن ومحتاجين نرجع للسنة محتاجين نرجع مرة تانية للنبعين الصافيين قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عنده طبراني في الكبير بسند صحيح أبشروا فإن هذا الكرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا وقال كما عنده الحاكم بسند صحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهم لن يتفرق حتى يرد علي الحوض ويقول صلى الله عليه وسلم كما عنده طبراني في الكبير بسند صحيح الكرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة فيقول الكرآن أي رب منعطوه النوم بالليل فشفعني فيه ويقول صلى الله عليه وسلم كما عنده طبراني في الكبير بسند صحيح الكرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ويقول كما عنده مسلم اكرأوا الكرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب يقول كما عنده التلمذي بسند صحيح يقال لقارئ الكرآن يوم القيامة اكرأ وارتقل ورطل كما كنت ترطل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها كامل الدرس اللي جاي بكرة إن شاء الله مع علوه الهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو في الاستقامة الأول في الدعوة إلى الله أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله